اشتركوا في قناتي اشتركوا في القناة سوف تساعدكم في الخدمة اضفت كامل المواد الجافة ثم اضفت كامل هذه الفارينة بالزبدة و اضفت عليهم الحبة على البيض و بديت اللم في الاجينة غيب الاصابع هذه الاجينة لا تتعجنش كما راكم ترون ؟؟؟ me يجب أن اسم تلوية الخيمة التمرئ بالنطور الزبدة على البيض يمكن أن تكون خ Boom ثم تجعلها ترتاح ثم ترتاح القوالب كما رأيتها اضعتها بشوية عزيزة بشوية عالفينة وهم لا يسقونها ثم قسمتها كما رأيتها وقومتها كما رأيتها وقومتها كما رأيتها لتقوم بتغبن فكما تحليها وضعها حتى تقوم بتغبن ثم تنقلع كما ترى الآن وتقوم بتغب جميع القوالب يعني تقتلعها سهلة ويجعلها وما ستقوم بتغب2019 10 دقائق وعلى حينما قدرت رأيكم كما رأيتها تذهب وينجوم أن تكون حشوة سهلة وبزيف بنينة كامل اللي دوقوها يقولوا لي على الوصفة وبعدها اللي بنات كيت شكلهم كما هكا تبقوا يعني كم نقولت بالفرشيطة تقولوا تقبوا فيهم و تديروهم في الكنجراتي اللي بنات وين مشي في الفيجيدر في الكنجراتي تخلوهم حوالي 15 دقيقة او 10 دقائق وبعدها تطيعوهم يطيبوا طيبهم من الفوق و ملتح معها موجي ملتحت و بناء عدم من الفوق نبغي نطيبهم مع بعض بشي التحمروا مع بعض ونطيبهم شوية يعني مشي حمر شوية بيض بشي البعدك يديرون الحشو ونديرون الفرماج غاب وكل شي ونديرونهم فى الفرماج يعني بشي يديرونer بشي يتحمرون نشان مع الفرماج وكل شي هنا لبنات بنسبة للحشو اضفت المقرى و اضفت عليها 4 ملاي قطعة الزيت و اضفت المقرى و اضفتها في المقرى اضفت علي قطعة الثوم اضفت عليها 1 ملاي حتى يرغب اضفت على هذا اللون اضفت عليها 1 ملاي قليل و قطعة في المقرى اضفت عليها 2 ملاي قليل و اضفت عليها 1 ملاي قليل نضيف هذا الجاج بالنسبة لتاوربيل انا اضعت فلفل لكحل الكوركم الكوري الجاج مع فلفل عكري و شوية زنجبيل و الملح وضفت عليهم شوية ماء نوس مقطع و بدأت نحرك سيطلب لنا هذا الجاج المليح و تقوم بموضوع المليح و تقوم بموضوع الكوري الجاج و نصحكم بها نضيفها كما ترون هنا بعد ذلك نضيف البيئة لدي قيش و أسريك أحتاج لكحل المليح هنا كنت أقوم بعمل أحضر و اخطيت هذه الكوري الجاج و اجربت هذا الكوري الجاج و لكريمس الطبخ ضفت عليهم حبة بيض و ضدت عليها هذه الكريم و خلطتها مليح كما راكم تشوفو لبنة هذه الكريم مع البيض سأجيب بزاف بنينة انا ضفت عليها فلفل لكحل و قمت بزاف الملح و قمت بزاف الملح اذا كان الفرمج مالح لا تضيف الملح لأن الفرمج الذي جبته ليس مالح انظر لك كيف اضعت هذا الفرمج تختيني و بعدها نضيف الحشوة و بعدها نضيف هذه الكريم مع البيض و نضيف الحشوة و نضيف الحشوة حتى نضيف الحشوة باش يلحقكم يعني كل ما نحط فيديو وما زلتاني راكين الفيديو تاع الحلوية العيد ان شاء الله وكل شي راح نشاركها معاكم كي ما شدتوا هنا يا البنات بعد ما كملتهم كامل جيت باش نضيف هذه الكرام مع البيض ونبقى نضيف غيب شوية حتى تاني نكملهم كامل والبنات اللي حبت يعني كاش وصفه ولا تنسوا تكتبوا لي تحتها في الكومنتر حتى باش يستبدو كامل وهنا بعد ما درسلهم راح نضيف عليهم فخومج غابي اللي بنات قانعين فخومج غابي نشريت على الميزان نشري شي ضغط على الميزان هكا البنات هذا يدوب بيان ويجي بنين بزاف ويجي شمالح وهنا ندخلهم يعني للفوق حتى يطيبوا وهذا هو شكل نهائي يعني تزييني بقى اختياري انا ضفت عليهم شوية مع دنوس مقطع ولبنات جاو بزاف بزاف بنان تمنى ان شاء الله تجربوهم لبنات واذا عجبوكم واذا عجبوكم ما تنسوش تخلو لي جامعة الفيديو وتخلو دي كومنتر وتشتركو تاني في القناة يعني فضلا وليس امرا وتلاقاو في الفيديو الجديدة ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة terعم据 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة